خلاص باقي يوم واحد على الدير بالمنتظر خلونا نشوف وضع الفريقين من ناحية الإصابات وكمان آخر أخبار نادي النصر سووا لايك واشتركوا بالقناة واكتبوا رأيك في التعليقات هذه قائمة المصابين في نادي الهلال محمد الأويس عنده إصابة في الظهر ناصر الدوسري عنده آلام في الفخر حسان تنبكتي عنده إصابة في عضلة الساقة الخلفية ياسر الشهراني عنده إصابة في عضلة الساقة الخلفية برضو نيمار جونيور عنده رباط صليبي ولكن تأكدت جاهزية على البلاي للقاء النصر وكمان تأكدت جاهزية سالم الدوسري ومن ناحية نادي النصر الحمد لله الجميع جاهز وتأكدت جاهزية عبدالله الخيبري وعبدالله العمري لمباراة الهلال أما موضوع كريستيان رونالدو التشخيص المبدعي لإصابة كريستيانو يؤكد معاناته من كرم متوسطة في الرقبة وكمان لم يتمكن كريستيانو للمشاركة في تدريبات الأمس وفضل طبيب النادي راحة كريستيانو حتى يتم فحص موضوع إصابته بشكل دقيق ولكن أكد الآلامي علي العنزي جاهزية الأسطورة كريستيانو لمباراة الهلال يعني إن شاء الله حيكون جاهز قبل مباراة الهلال وحيكون فيه تيفو كبير لجماعير المصر في مباراة الديربي أمام الهلال حسب كلام صحيفة الجزيرة الحكم الروسي سيرجي كراسيف يقول الديربي بين مصر والهلال المشكلة أن الحكم هذا له سوابق ويا ما ظلمنا وهذا الصورة تبين لكم وكوارث هذا الحكم في آخر مباراة قادة بين الإلال والنصر هذا ظلم والله تجيب حكم له سوابق بس بعدين طلع خبر يقول أنه الكولومبي ويلمر هو الحكم الذي سيقود الديربي أم الجماع يعني دي حين ما عرفنا مين حيكون حكم مباراة المهم لو الحكم الروسي هو اللي حيمسك المباراة فهذا ظلم وفضيحة وكارثة ونيجي لأخبار الانتقالات أكد الآلامي علي العنزي أنه دي بروين وافق على الانتقال الدور السعودي في الشتوية وصندوق الاستثمارات يضعه كهدف رئيسي وفي نفس الوقت صرح نجم ليفرقول محمد صلاح بتصريح قال فيه أهلم باللاعب مع الأسطورة كريستيانا رونالدول لكن يا جماعة أنا أشوف أنه محمد صلاح ما حيجي للنصر لأنه كلنا عارفين محمد صلاح لو جعل الدور السعودي فهو لنادي الاتحاد ستيفن جرارت ندرب الاتفاق يطلب مختار عليه وأسماء أخرى من نادي النصر وشركة عالمية تسعى لتوقيع عقد رعاية مع نادي النصر خلال الأيام القادمة ونادي الشباب يطلب طاقم تحكيم أجنبي لمواجهة النصر في كأس الملك ونجري فقرة المعلومات آخر بلنتي أحتسب لنادي النصر ضد نادي الهيلان كانت في عام 2017 ونادي النصر الأعلى حضورا في الجولة 14 و21752 متفرج أمام الأخدود ظهر سالم الدوسري في التدريبات وهو يرتدي خذاء الأسطورة كريستيانا بالتعاون مع شركة نايكي نادي النصر هذا الموسم حتى الآن تم إذاء 11 هدف وحصل على 4 بطاقات حمراء هذا وإحنا لسه منتصر الموسم الله يسلم للي جايه وكذا يكون وصلنا نهاية المقطع وان المقطع أعجبكم هذه كانت آخر أخبار نادي النصر وإذا أعجبك المحتوى يا عزيز المشاهد سوي لك واشترك بالقناة وفعل جرس التنبيهات وانشر المقطع للناس المهتمة بالدور السعوري وبنادي النصر ظاهر لك الآن في سارة شاشة مقطع شيك عليه يمكن يعجبك وفي أمان الله وعلى السلامة